معلى الفينسيديو زميلي عصام أكرماوي مراسل بي بي سي نيوز عربي هنا في لندن عصام مرحبا بك ما الذي يعنيه التحذير من اللون البرتقالي وما الذي نتوقع من حرارة وظواهر الحديث يدور عن ارتفاع كبير في درجات الحرارة غير مسبوق الأشخاص الذين معرضون للإصابة بأمراض قد يكونون في الفئات الأكثر خطرا لكن أيضا هناك تحذير من نقص حد في المياه مياه الشرب مثلا المياه اللازمة للزراعة قد يكون هناك فرض ومنتوقع أن يتم فرض حذر على استخدام خراطيم المياه لري المزرعات أيضا هذه تشكل مشاكل على المدى البعيد توني لأن أحواض المياه التي يتم الاحتفاظ بالمياه الشرب فيها تتقلص بشكل كبير هناك تشقق أيضا في التربة الأرضية هناك تشويش على عمليات المواصلات تحذير للناس بأن يمتنوا عن القيام بأي رحلات غير ضرورية إذن الحياة كما نعرفها تتعثر بشكل كبير بسبب الجفاف انحباس الأمطار لم نرى أي أمطار خلال الشهر الماضي وهذا أمر غير مسبوق في المملكة المتحدة الدرجات الحرارة كما ذكرت في المقدمة وصلت إلى أكثر من 40 درجة الشهر الماضي الأسبوع هذا بعد يوم أو يومين سندخل في موجة حر أخرى لكن لم تصل إلى 40 درجة لكن كما ذكرت ستصل حول 35 في بعض المناطق كل هذه الأمور المجتمع تبعت على القلق وتشير إلى أن هناك مشكلة في الانحباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم ككل القارة الأوروبية تتعثر بطيارات هوائية من شمال إفريقيا بالإضافة إلى الارتفاع نسبة الضغط الجوي الذي كما رأينا في إسبانيا والبرتغال وفرنسا كان هناك حرائق بسبب الارتفاع الشديد في الحرارة عصام عكماوي زميلي مراسل بي بي سي نويز عربي هنا في لندن شكرا جزيلا لك عصام بعد مصير